ولما نتكلم عن العلاقات المصرية الفلسطينية أستاذ طبعا في السياسة الدولية بتبنى دائما العلاقات ما بين الدول على حسب المصالح المشتركة وفق النظرية طبعا الواقعية لكن أعتقد أن العلاقات المصرية الفلسطينية هي مختلفة كثيرا عن العلاقات بين الدول طبعا أنت بتكلم عن قضية مصرية هي قضية أمن قومي عربي في المقام الأول وقضية أمن قومي مصري في المقام الثاني وترابط وتلاحم في الكفاح دفعت من خلاله الدولة المصرية سمنا كبيرا جدا بهدف نصرة القضية الفلسطينية وبهدف استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مصر خاضت الحرب وخاضت السلم وخلينا نفتكر ان احنا بالحرب وبالسلم رجعنا حقوقنا وخلينا نفتكر الكلمة المشهورة للشهيد البطل الراحل محمد أنور السادات عندما حدثهم في قلب الكنيسة وقال لهم ايه وقت تفتكروا ان بمخططاتكم وبعنصريتكم وبزيفكم اللي في دماغكم هتقدروا تحققوا الاهداف اللي انتو بتهدفوا ليها هتقدروا تحققوا اي حاجة الا بتحقيق السلام مع الدولة المصرية ومع الدول العربية الترابط بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني الترابط بين الكفاح الشعبي المصري والكفاح الشعبي الفلسطيني خلي بالك قبل ما تتعمل منظمة التحرير الفلسطينية كان الشعب المصري متطوع ويكافح مع اخيه الشعب الفلسطيني لتحرير الاراضي الفلسطينية وخاضوا معا الكثير من العمليات في الاراضي الفلسطينية التلاحم وهذا التوافق مهم جدا لكن ينبغي ان ننقى به عن الرؤى المتطرفة وينبغي ان نتفهم ان كل الدعم اللي بتقدمه الدولة المصرية قائم على فهم كبير للداخل الفلسطيني ورؤية للقيادة السياسية في التعامل مع كافة الفصائل الفلسطينية وتفهم كامل للشرخات التي حصلت في هيكل النظام الفلسطيني ولازم نتفهم ان الدولة المصرية حريصة على الارتباط بعلاقات مباشرة مع كافة الفصائل الفلسطينية حتى في اكثر الاوقات اللي كانت الدولة المصرية فيها تبدو ضعيفة او غير قادرة على التفاعل مع قضاياها لكن الاجهزة الامنية المصرية على اجهزة مخابرات العامة في هذا التوقيت كان لهم دور في التواصل فكرة مع الفترة من 2011-2013 تواصل قوي مع كافة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية تبني المطالب الفلسطينية العادلة لم يغب عن القيادات التنفيذية المصرية على مرة العصور في الجمهورية المصرية بعد ثورة 52 سواء الرئيس الراحل خالد الزكر جمال عبد الناصر او الشهيد البطل محمد انور السادات او رئيس الراحل مبارك وحتى النهاردة لم يتم احياء القضايا الفلسطينية مرة اخرى الا مع تولي فخامة الرئيس عفتاح السيسي ومبادرته اللي طرحت وافتكر ان احنا سمعناها الاول مرة تحريك القضايا الفلسطينية في 2015 في لقاءه مع شباب الصحفين والاعلاميين عندما تحدث عن القضايا الفلسطينية وطالب باحياء المبادرة العربية وطالب باحياء التفاعل العربي واستجابت فرنسا كاول دولة استجابت لهذا النداء التدخلات المصرية كانت واضحة تماما في الازمة الاخيرة يعني قبل الحرب دي وشوفنا ازاي الدور الكبير اللي يعبوا جهاز المخابرات العامة المصرية وسيادة اللواء عباس كامل رئيس الجهاز وفريق العمل مع سيادته ان انت ازاي قدرت تصل الى اتفاق للهدنة وتبدأ في اعمار غزة في 21 وبتديت تشتغل على الارض لكن هذا التناحر والتنافر وتضاد السرديات وتضاد الرؤى والتوظيف على غير الاهداف الوطنية الفلسطينية هو اللي وصلنا المرحلة بين اطراف المعارضة بين الرؤية الاسرائيلية وبين بعض الفصال الفلسطينية هو اللي وصلنا لمرحلة الازمة الاخيرة والدولة المصرية من اللحظة دي مازالت تتبنى في قمة القاهرة للسلام اللي ده عليها فخمة رئيس عفتاح السيسي او الجهود اللي بتبذلها المؤسسة الرئاسية او وزارة الخارجية المصرية او الاجهزة الامنية المصرية بتتبنى المطالب الفلسطينية المشروعة خلينا وعيين جدا ان محاولات بس الوقيع مع القيادة السياسية قائمة وبقوة في هذه اللحظات وينبغي ان نلتفت لها كذلك ينبغي ان نكون واثقين جدا في مخططات الدولة المصرية وان هذه الدولة لديها سيناريوهات مستقبلية ولديها استعدادات مسبقة بخطط للتعامل مع مستجدات ليس بالضرورة ان تفصح عن كافة ما يتم تنفيذه على الارض ولكنها تعي كثيرا ان كل الخطوات اللي هي بتأخذها هي خطوات لحماية الداخل المصري ولتوجيه رسائل الى الاخر باننا مستعدين الى اخر لحظة لكافة السيناريوهات